إلى ولاية سدب العباسين تواجه العديد من العائلات القاطنة في المباني القديمة التي يعودوا بناؤها إلى العهد الاستعماري خطرا حقيقيا حيث يعيشون وسط ظروف معيشية صعبة وضع البناية المصنفة ضمن الخانة الحمراء جعل سكانها يعيشون كابوسا محملين المسؤولية للسلطات المحلية التي تتماطل حصبهم في ترحيلهم سارة للميرا سادة تيلي هذه ناية تحتنا القاز وحنا عدنا البزوز هذا الدار اللي راني واكفة فيها مولاتها عندها ستة عالباز وأنا مننا ثلاثة عالباز واخد أخرين ثلاثة واخد أخرين ثلاثة أختي بزاف علينا شكينا ما كانش اللي استقبلنا ومن تصب بنا وختيقها سامان بالله ما تقطي تقعد في هذا الحوش دقيقة يقعد ضو يطفى الحيطان يقعدوا ينهزوا تخلنا على شافت دايرا سيما نلف ثلاثة اللي فاتت أختي قالنا روحوا وتم بعد نشوفوا لكم حل إحنا البرح في اللي بايتي مبر كي تحجيها يقولوا لي ولي منا كي تحجيها يقولوا لي ولي منا حالو هنا يا ربي نطلب السلطة في فرجها علينا وليتي ما عندي شوية نغدة راني برها في الزنقى راني برها كيتسب النوو نقعد نرجف واحدين نقعد نرجف من تصب النوو على وليتيتي البارح في الكوزينة حتى الطاحة والدي يخرجوا يجيروا قعدوا يتوقوا الله غالب ما القينا شوية نغدة نحن بدورنا تقربنا إلى رئيس بلدية سيدة بالعباس لنقل انشغالي السكان إلا أننا لم نتحصل على رده